الوعي المصري واللي احنا شفناه من المصريين في الانتخابات برضو حاجة مشرفة جدا شفنا المصريين بأعداد ما اعتقدش ان احنا نفسينا حتى كنا متخيلينها يعني كل واحد كان عارف بين صحابه وبين قريبه ومين نازل ينتخب مين بيفكر في ايه لكن اعتقد ان كلنا برضو اتفاجئنا لما رحنا اللجان بتاعتنا بأعداد الناس هناك وحتى الناس الاطفال يعني اللي ما عندهمش حق انتخابي كانوا موجودين وبيتكلموا في السياسة وكأن كل ما يحدث حوالينا اقليميا وعالميا زود حالة الوعي اللي عند المصريين دي بشكل كبير كده احنا كشعب مش دايما بصين جوا بس وبصين على نفسنا في شعوب كتير في العالم هم بيشوفوا مشاكلهم بس اعتقد ان احنا كشعب على مر السنين اتعودنا ان احنا نبص برا ونشوف المشاكل اللي حوالينا اقليميا ودوليا ويمكن من كتر ما بلدنا بتتحمل المسئولية على مر السنين عند مشاكل اقليمية ودولية لانها بلد كبيرة الشعب ده كمان انطلاقا من هذا الايمان للدولة المصرية بده هو كمان كان شعب اداءه عظيم في الانتخابات ويمكن ده كان بشهادة منظمات المجتمع المدني اللي كان لها دور كبير في انها تتحقق من مسئولية الانتخابات وتشوف يعني انخراط ومشاركة المصريين في كل ما يخص العمل السياسي على الارض دور منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية كان دور كبير لانهم موجودين علشان يراقبوا العملية الانتخابية ودي مش اي انتخابات لانتخابات الرئاسة المصرية فالحقيقة ان وجودهم يعني عمل يكمل مستهدفات الدولة المصرية احنا عايزين العالم كله يشوف وعي المصريين وحانه الهيئة الوطنية للانتخابات قدموا جهد كبير جدا كل الشكر والتحية ليهم فرد فرد انا بكلم حضراتكم عن تقريبا 14 منظمة دولية موجود فيها يمكن فوق الـ 200 مرائب دولي 62 منظمة محلية اكلمكم على 22 ألف تقريبا متابع ومراقب محلي كانوا بيشرفوا من خلال هذه المنظمات على كافة خطوات سير العملية الانتخابية وجود المنظمات دي مهم لانه من الاخر كده بيوري الناس عين عينك دي ناس اللي جم مفتوحة اللي عايز يرائب من بره يرائب من جوه تفضله العملية الانتخابية تسير وفق النظم المؤسسات الدولة بتضعها والحياة اللي اشرف القضايا اصلا على الانتخابات يعني ده اكبر ضامن لنزاهة هذه العملية الانتخابية لانه وجود المراقبين دول اللي كانوا منتشرين في كل المحافظات في كل اللجان حدثهم للعالم كان على نسبة الاقبال حدثهم للعالم كان على التسهيلات اللي بطلت تتعمل للاقتراع زي ما شوفنا كده مثلا اللجان المختربين كل الحاجات دي كانت بتسهل ولو اني مثلا لسه بشوف انه المصريين في الخارج محتاجين تسهيلات اكتر لانهما بيقطعوا مسافات كبيرة جدا علشان يقدروا انهم يروحوا ينتخبوا فلازم كمان نشتغل على اي معاوقات بتقف قدام المصريين في الخارج لان جزء كبير منهم بيبقى عايز يشارك اكتر واكتر وبيبقوا دايما قلبهم على بلدهم وبيبقوا عقولهم وقلوبهم مع مصر وخصوصا في استحقاقات كبيرة زي الانتخابات الرئاسية كان فيه كمان بعثات للاتحاد الافريقي والجامعة الدول العربية والبرلمان العربي وجمعية برلمان البحر المتوسط وكانوا برضو بيتابعوا هذه الانتخابات كلهم كانوا بيتكلموا عن نزاهة العملية الانتخابية ومدى الشفافية وكمان تحدثوا عن الاشراف القضائي اللي كنت لسه بقول لحضراتكم ده ضمان اساسي لنزاهة هذه الانتخابات كان فيه كمان اقتلاف نزاهة دولي وده الخاص بالانتخابات الرئاسية المصرية عشرين اربعة وعشرين كان فيه تعاون ما بين خمس منظمات اجنبية منظمتين محليتين زي منظمات ايكو اليونان يعني الحقيقة منظمات عدة كانت موجودة المنتدر وطني للمنظمات والحقيقة انه كل هذه المنظمات اللي كانت موجودة تتحدث عن اقبال المصريين اللي يمكن حتى مش بس محليا الناس ما كانتش متخيرا ان ده يحصل دوليا كمان لانه الوقت الحالي ما هوش وقت سهل لا على المصريين ولا على العالم فوجود المصريين بالاعداد دي في الانتخابات احساس كبير منهم بالمسئولية احساس كبير منهم بكل حاجة بتحصل حوالينا لكن احنا موجودين بندعم رئيسنا القادم قدام اي تحديات ممكن تكون بتوجهه ثلاث ايام الحقيقة كانوا يعني عنوانهم بالنسبة لي هو نزاهة هذه الانتخابات الانتخابات وشفافيتها وحضور كبير ووعي كبير للمصريين وده الحقيقة شرف كبير امام كل هذه المنظمات الدولية والعربية اللي بتضم عدد كبير وجنسيات عربية واوروبية تتابع العملية الانتخابية الرئاسية المصرية شكرا لكل مصري كان عنده وعي وعنده مسئولية وبيحب البلد دي ودايما موجود صامد وواقف قدام اي تحدي بنمر بيه كلنا اتحادنا في مسألة زي الانتخابات الرئاسية مهمة جدا مهما كانت ايدولوجياتنا السياسية مختلفة لكن احنا موجودين عندنا حق التصويت بنقول رأينا وننزل نختار من يقود هذه الدولة القوية لفترة اللي جاي كمان من النقاط اللي كانت موجودة هو فريق المتابعين اللي خاص بالمنظمة العربية لحقوق الانسان وده تقريبا فيه ممكن اربعين متابع من جنسيات عربية واوروبية وطبعا اليوم خبرة كبيرة في متابعة عدد كبير من الانتخابات في دول عدة الفريق ده كان بيتكلم عن السلاسة اللي شافها في العملية الانتخابية كان بيتكلم عن كسافة التصويت كان بيتكلم عن ملاحظات الحقيقة كلها ملاحظات ايجابية جدا وده شيء مشرف السنة ده يمكن السلبيات كانت قليلة جدا وده حاجة عظيمة الحقيقة وسلبيات غير مؤثرة حتى انه يعني اللي جن اللي كنا بنبقى متعودين عليها اللي بتطلع الصبح بدري على مواقع التواصل الاجتماعي تكتب على طول قبل ما يعدي ساعتين تلاتة على اول يوم انتخابات تطلع تكتب دي اعتقد ان التواجدها كان صفر لان حضور المصريين طغى على الناس دي بشكل كبير جدا يا رب دايما يا مصريين عندنا وعي بكل باي حاجة يعني تفيد بلدنا نبقى وقفين دايما مع بعض لانه ده بيصنع الفارق دائما احنا متعودين ان احنا نكون موجودين بالشكل ده لكن الحقيقة ان وجودنا في الانتخابات الرياسية المرة دي كان فاصل وكان مهم جدا وكانترسالة مهمة جدا تصل للعالم انه المصريين وعيين جدا عارفين ماذا ينتظرنا وماذا ينتظر الرئيس القادم ندعم رئيس هذه الدولة بكل ما اتينا من قوة ونحافظ على هذه البلد